اهلا بكم شريف الدسوئي ممكن كتير من حضراتكم ما يعرفش الاسم ده رغم ان الاسم ده فنان هو فنان مش نجم وليس له جماهيرية عريضة لكنه فنان وفنان مثل ليه اعمال كتير جدا اضافة لانه مؤلف ومخرج مصرحي شريف الدسوئي فجئنا مهرجان القاهرة الاسكندرية السينمائي اداله جائزة احسن ممثل جائزة احسن ممثل راحت لشريف الدسوئي ربما كانت مفاجأة لناس كتيرة انا منهم الله طب ما فيه في مجال الفن فنانين كبار عظام حتى لو ما كانوش نجوم يستحقوا التكريم يستحقوا الاشادة يستحقوا ان احنا نديهم جواز شريف الدسوئي زي ما هو موجود في الفن موجود زيه في مجالات اخرى موجود في الطب والزراعة والعلوم عايزين نبحث في مصر عن اكتر من شريف الدسوئي النهاردة المصر افاندي بيكرم شريف الدسوئي او احنا بنكرم انفسنا لما بنستضيف فنان جاء من الصفوف الخلفية واحتل الصدارة هنجري مع حوار النهاردة هل كان يتوقع الجائزة دي الجائزة دي حلم كبير جدا عارف يعني ايه تكون في مهرجان دولي كبير فتع ليه اربعين سنة زي مهرجان القاهرة السينمائي ثم الجائزة لا تذهب الى شخص معروف ربما لاول مرة في تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي انه يدي جائزة لممثل او لفنان مش نجم مش معروف لكن عايز اقول واحنا بنكرم شريف الدسوئي النهاردة احنا بنكرم مجالات اخرى تانية اتمنى ان تكون لدينا دوائر معينة في داخل الدولة المصرية تبحث عن الموهوبين تبحث عن العظام فيه اشخاص كتيرة في مصر بنقابلها في الشارع في المكروباز في الوتويز في التاجسي وهي ناس عظيمة تؤدي عملها على اكمل وجه لكن تحتاج الى من يلقي عليها الطوق انا النهاردة مش بكرم مجرد فنان حصل على جائزة لكن بكرم مجهود فنان كان فنانا عظيما بدليل انه هو استحق جائزة احسن ممثل ده هيبقى فيه الفقرة الاخيرة من فقرات حلقة المصر فن دي النهاردة ايضا بعد الفاصل هيشرفني النقد الفني الكبير الاساس طرق الشناوي وعايزين واحنا في نهاية عام مضى اللي هو عام 2018 عايزين نتكلم عن حال الفن عن حال الدراما هو من وجهة نظر وشايف الدراما في رمضان رايحة فين لان احنا دخلين على عدد من الاعمال لا تتجاوز ل 12 عمل علما بان احنا السنة اللي فاتت انجزنا وانتجنا 42 عمل درامي خلي بالك القصة مش ممثل طالع جوه المسلسل لا فيه جيوش جرارة بتعمل لما بسأل مرة الصديق العزيز نقيب الفنانين الاستاذ اشرف زكي عن حجم العمالة اللي بتعمل فيه الدراما والمسلسلات قال لي لا تقل عن مليون مليون ونص خلي بالك فيه حاجة اسمع عمالة مباشرة اللي هم الممثلين اللي بيركب لك المايك بس فيه عمالة غير مباشرة الفنانين دول المسلسل وهو شغال بيبقوا وكلين شربين شاي وقابة والكلام ده فيه نصبة شاي موجودة فيه مطعم شغال بيبعث لهم الاكل او اللي بيسموه البريك الناس دي كلها ارزاقها ضاعد كده بسبب قرارات لا نعرف من اللي زي اتخذها لكن احنا دخلين على موسم درامي شحيح جدا وهو موسم رمضان اتناشر عمل درامي في حده الاقصى عايزين نعرف الاسباب رغم ان الدراما هي احد مصادر قوة مصر النعمة مبارح الكويت كانت بتحتفل بمرور عدد من السنوات على مجلة العربي مجلة العرب مجرد مجلة شهرية بتصدرها الكويت وبتوزع في جميع انحاء العالم العرب ما ده مصدر من مصادر القوى النعمة ازاي احنا نعيد لمصر مصادرها من القوى النعمة اللي جزء منها الفن الفن ده حاجة مش كوخة ولا عيب ده احنا علينا نبحث عن الاسباب اللي تخلي الانتاج بتاعنا يتراجع من اتنين واربعين لتناشر ليه ما يبقاش خمسين ليه ما يبقاش ستين اختفاء الدراما المصرية من الشاشات العربية ما يحل محلها الدراما التركية او دراما شقيقة هل احنا عايزين الفن المصري يتراجع ولا الفن المصري يتقدم ده جزء هيبقى من حواري مع الاستاذ طارق ايش النوع خلينا بقى واحنا بنتكلم في نهاية عام اللي هو عام 2018 كنا احنا بنتكلم على ان من حق كل واحد مننا يعمل جرد للسنة دي يا ترى ايه الاحلام اللي حققها الامنيات اللي بدأ بيها السنة وكان نفسه اعمالها اللي كان نفسه حج اللي كان نفسه اشترى عربية اللي كان نفسه يجوز البنت ولا الولد اللي كان نفسه يرفع دور في بيته يسطره هو وعياله النهاردة انت داخل على سنة جديدة اكتب فيها احلامك ايه اللي انت عايز تعمله بس انا عايز ااخد ده وانطالق به الى الحكومة انا اطالب حكومة بلدي وهي حكومة نشطة برئاسة الرجل النشيط الخلوق دكتور مصفى مدبولي انه هو يقول لنا احنا واخدنا ورايح بينا فين على 2019 انا عايز يقدم لي كشف حساب للشعب دايما الحكومة بتقدم كشف حساب امام مجلس النواب بصفة مجلس النواب هو اللي بيمثل الامة بس ايه اللي يمنع في اقتر حوار تلفزيوني او صحفي او مؤتمر صحفي كبير يطلع دكتور مصفى مدبولي رئيس الحكومة يقدم لي كشف حساب يجرد للسنة دي عمل فيها ايه الانجازات اللي حققتها الحكومة الاهداف اللي كان نفس الحكومة تحققها لكنها عجزت عن تحققها بس اطالب دكتور مصفى مدبولي انه هو يكلم الناس بلغة بسيطة لغة سهلة الناس بتقع في وسط الارقام اللي هو 14 مليار و 6 من عشرة 2 و 8 من عشرة تريليون مش عارف ايه الناس عايزة لغة بسيطة انا اتمنى دكتور مصفى مدبولي واذا كان سجل الحكومة حافلا في 2018 يطلع يقول للناس يقول لهم انا عملت ايه وسويت ايه بس عايزة اقول الاحلام العظيمة اللي الحكومة بتحققها كانشاءات عاصمة ادارية طرق محطات كهرباء انا عايزة ينزل لاحلام بسيطة للناس في الشارع انا يهمني في الحارة اللي انا عايشها ان الغاز يكون وصلي فهو لازم يقول ايضا في ان خطة الحكومة ان انا هوصل لك في الحارة بتاعتك في المنطقة بتاعتك في المدينة في المركز في القرى في الناجع ان انا هعمل لك هوصل لك الغاز وانا عندي خطة ايه مليون و 300 الف بيت ودي خطة اعلن عنها السيد رئيس الجمهورية انه هو يقول لنا انت عملت ايه انا عايزك تبلغني عن الحاجات القديمة انتو بتتكلموا وانتو عاديين عن الدين العام اللي بقى كبير جدا وصلنا ل 5000 مليار جنيه فايدته تتجاوز ال 500 مليار ورئيس الجمهورية طالب المجموعة الاقتصادية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركز انه هو يشد خط ويبحث عن طرق لتقليل المديونية لكن انا بسمع ايضا ان احنا في نفس اليوم اللي الرئيس بيكلفكم فيه بدا بلقيكم مستلفين مليار واثنين مليار دولار من برا مين اللي هيسدد ده ما انا كمواطن الان ما دي بلدي انت في الاخر كرئيس وزراء مع كامل الاحترام لامتك وقمتك وشخصك انت راحل في يوم من الايام اللي هيسدد المديونية دي انا وبقيت المواطنين انا من حق اعرف حكومة بلدي هتسدد المليارات المتلتلة دي ازاي ده الماضي عايز اعرف حكومة بلدي عملت ايه في البطالة ان انت ضختيلي في السوق كم فرصة عمل حقيقية وفرت كم فرصة عمل انا عايز كلام بالبلدي كده كلام البسيط يفهمه قبل المثقف وقبل المتعلم عايز 2018 يقعد دكتور مصطفى مدبولي مع نفسه ومع اضاء حكومته ومع سكرتريته ويقعد يكتب في يناير عمليه وفبراير عمليه ومارس والكلام ده سواء كانت حكومة او حكومة سابقة مهند شريف اسماعيل بس انا عايز من 1 يناير 2018 ل31 ديسمبر ايه اللي يمنع ان احنا نسن سنة حسنة ان الحكومة تقدم كشف حساب امام الرأي العام امام الشعب انا كمواطن على الال ابدأ معاك السنة الجديدة وانا قلبي معاك اقول والله الحكومة دينا كنت ظلمة ده والله عملت كيت وكيت وكيت واثرت في كيت وكيت ايه اللي يمنع انك تأثر يعني اليد عاجزة مثلا نقول للناس نقول ظروفنا ايه عايز في 2019 تشرح لخطة الحكومة انا قلبي عمال يرتج في كل يوم عمال اسمع شائعات الحق البنزين هيزيد الحق السلار الكهرباء ايه الكلام ده انا عايز خطة الحكومة تقول لي وما تفاجئش المواطن تقول له والله احنا في 2019 هنزود عليك الغاز البنزين والسلار هيزيد بنسبة قد كذا وهيزيد في واحد سبعة مثلا مع الموازنة الجديدة بحيث انا كمواطن اقفل وداني ضد الشائعات خلاص انا مش هسمع اي شائع لان رئيس الوزراء طلع يكلمني فيستو فيز وجه الوجه وبقى انا كده عارف راسي من رجلي لكن ان انت تسيب الناس نهبا للشائعات ده امر لا ينبغي ان يستمر انت النهاردة قررت فجأة كوزير مالية وهو عدو في حكومتك ان الناس صحيت من انهم لقيتوا قرر يعدل الدولار الجمرقي يخليه من 16 ل 18 جنيه تقريبا على كل السلع مع ده السلع اللي سميها السلع الاستراتيجية الشاي الزيت والسكر الامح لكن ده نتج عنه زيادة في الاسعار لان تقل عن 15% انا مش عايز اتفاجئ كمواطن هل القرار ده كيف فجأة هل الحكومة بتشتغل باليومية يوم بيوم ولا هي عندها خطة ودراسة انا عايز اعرف خطة الحكومة في 2019 رايحة فين واتمنى انها اتكلم المواطن البسيط وتقول له لكل واحد ساكن في حارة ولا عشة ولا كوخ ولا في اي نجح لا انا هوصلك بالخدمات بتاعتي المواطن كلما يحس ان الحكومة حس بي اوي كده وقريبة منه اوي كده هو هيتفاعل معاك مش تبقى الحكومة فوادي والمواطن فوادي تاني كلموا الناس انزلوا للناس بصتوا المعلومات للناس بصتوا الارقام للناس انتوا بتكلموا بلغة لا تصل الى الناس لماذا لا يخرج رئيس الوزراء رئيس الوزراء رغم امرور عدة اشهر على منصبه لم يدلي الا بحوار صحفي واحد لا احدى الصحف لكن لم يخرج على الناس ويتحدث ليه يا رئيس الوزراء ده انت رئيس حكومة مصر اطلع كلم الناس وانت اكيد حافظ الارقام المهم ما تفاجؤناش في 2009 اهم حاجة ان المواطن لا يفاجأ اهم حاجة ان المواطن يبعارف رأسه من رجله داخل السنة الجديدة مش حاطت ايده على قلبه خايف من بكرة طمنوا الناس لبكرة اهم حاجة طمنوا الناس في بكرة في 2019 طمنوا الناس امنوهم على ارزاقهم وعلى معايشهم امنوهم على الاسعار قلوا خطتك ايه كرئيس وزراء ومجموعة وزراء هتعملوا ايه في الاسعار انا عايز هذا الحوار يبقى دائر ودائم مش انكم تبقوا في ابراج عاجية والناس في مناطق تانية نهبل للشائعات تطلع من اي قنوات معادية للدولة المصرية انا اعتقد لو نجحنا ان احنا نوصل للناس وننزلهم ونكلمهم ونفتح حوار واجه اللي واجه اعتقد ده هيفيد الحكومة قبل ما يفيد المواطن ده 2019 وده قبل 2020 اللي رئيس مصر عم فتح السيسي اعلن انه مصر هتكون في حاجة تانية خالص في 2020 طيب ما احنا داخلين على 19 اهي فرقة كعب بيننا 2020 تعالوا اطلعوا اقولوا للناس اعتقد 2020 مش بعيدة 12 شهر في عمر الدول لا يذكر دي ما بسافة ساعة في عمر الافراد يا ترى احنا رايحين فين على 2020 انا من حق كمواطن اتطمن على بلدي اتطمن على كل الحاجات اللي انا سألت فيها رئيس الوزراء واهم ما يهم المواطن هو المعايش لقم تعيشه وظفته دول ما يشغل كل مواطن في العالم والمواطن المصري مش عاجبة يهمه ايضا يتطمن على لقمة عيشه ويتطمن على احوال بلده ويتطمن على مستقبل الوطن ده احنا رايحين به فين اتمنى تكون الرسالة وصلت للسيد رئيس الوزراء هنتلع فاصل قصير وبعد الفاصل هنقابل الصديق العزيز الاستاذ طارق الشناوي لكن هنشوف تقرير عن بعض الاحباء المبدعين التلاتة اللي رحلوا في ديسمبر 2019 الفنان الكبير حسن كامي والفنان الكبير محمود الألعاوي والكاتب الصحفي المبدع الاستاذ عن حق ابراهيم سعدة ثلاث قامات ابداعية رحلت عن مصر خلال الشهر الجاري سلسلة من الغياب بدأها الكوميديان الراحل الفنان محمود القلعاوي عن عمر الناهز التاسع وسبعين عاما في منزله من اكثر اعماله جماهرية مسرحية الجوكر وانتحر مع الفنان محمد صبحي وعبده يتحدى رمبو وواحد لمون والتاني مجنون مع الفنان محمد نجم ورث محمود القلعاوي العمل الفني من والده عبد الحليم القلعاوي وهو شقيق الفنان إحسان القلعاوي حيث عامل بهيئة المسرح رغم دراسته للقانون وبدأ مسيرته الفنية في السبعينيات من القرن الماضي ثم السينما التي كان من أبرز أدواره فيها علي بي مظهر العذراء والشعر الأبيض وبعد مسيرة طويلة اعتزل العمل الفني في الفين وثمانية اعتراضا على ظهور الفنانين كبر السن كديكور في الأعمال الفنية حتى رحل عن عالمنا وصورته كواحد من صناع الدحكة في تاريخ المسرح المصري وبعد أيام قليلة من وفاة القلعاوي رحل عن عالمنا مغني الأوبرا الشهير والممثل المثقف حسن كامي عن عمر يناهز الاثنين وثمانين عاما ولد كامي في الواحد والعشرين من أكتوبر عام الف وتسعمائة وستة وثلاثين لعائلة رستقراطية وحصل على لصنص الحقوق من جامعة القاهرة والتحق بمعهد الكونسرفاتوار وأكمل دراسته العليا من إيطاليا ليتجه إلى الغناء الأوبرالي رغم رفض عائلته ليقرر الاعتماد على نفسه ويتحمل تكاليف دراسته ليعمل شيالا في إحدى الشركات السياحية ويترقى في عمله حتى أصبح مديرا للطيران بمطر القاهرة ووكيل عام للخطوط الجوية لعدد كبير من الدول دون أن ينسى عشقه للغناء ليقدم 1600 عمل أوبرالي قبل أن يكتشفه الملحل والمغني المسرحي محمد نوح ويشارك عدد من المسرحيات حتى ذاع صيطه وعمل بالسينما ليقدم عدة أفلام أهمها سمع هس ويمهل بيايا وزكي شان ومسلسل أنا ونتا وبابا في المشمش حتى وصلت أعماله إلى 129 عملا قرر حسن كامي الاعتزال عام 2001 وإن بقي مديرا للأوبرا حتى صدم بوفاة زوجته نجوى عام 2012 ليختار بعدها البقاء في مكتبته وسط كتبه العتيقة بوسط البلد فوقه صورتها محتفظا بحبه لها حتى ذهب للقاء ربه ثالث المبدعين للرحلين قبل نهاية العام كان الكاتب الكبير إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق ولد إبراهيم سعدة عام 1937 بمحافظة بورسعيد التي عاش فيها سنواته الأولى ودرس الاقتصاد السياسي في سويسرا وعمل مراسلا لأخبار اليوم بجنيف قبل أن يتم تعيينه صحفيا في جريدة أخبار اليوم عام 1962 ليتدرج في المناصب الصحفية ليصبح أصغر من يتولى رئاسة تحريرها ثم عين رئيسا لمجلس إدارتها فيما بعد وعرف بمقاله الإسبوعي آخر عمود لتعلن أسرته وفاته عن عمر ناهزا 81 عاما بعد صراع مع المرض اشتركوا في القناة